نهاية مهمة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة أن فشل اتفاق الحديدة برمته سؤال برسم التطورات المقبلة التي تنتظر هذه المحافظة وموانئها الثلاثة إثر الاستقالة غير المعلنة للجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت أنهى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفت زيارته الأحداث لصنعاء هذه المرة بإنجاز وحيد هو استحاب الجنرال كاميرت في زيارة إلى الرياض منهيا بذلك عمليا مهمة الجنرال في مدينة الحديدة التي وصلت إلى طريق مسدود وأبقت الوضع في هذه المدينة معلقا بل ومفتوحا على أكثر الاحتمالات سوءا أرجح المصادر أكدت أن الجنرال كاميرت ربما يبقى في منصبه إلى حين تعين شخص بديل لكن خروجه من اليمن لا يبقي أملا في إمكانية مواصلته لمهامه على نحو ينذر ببدء مسار جديد من الفشل على صعيد تنفيذ اتفاق الحديدة الذي يكافح المبعوث الأممي لإنجاحه بشتى السبل حتى ولو كانت كلفة ذلك مصداقية الدور الأممي وكفاءته صعد الحوثيون ضد كاميرت إثر الموقف القوي الذي اتخذه هذا الأخير ضد مناوراتهم التي كانت تهدف إلى تدشين انسحابات مخادعة لقوات الميليشيا من مدينة الحديدة وموانئها عندما رفضت دعاءات للحوثيين بتسليم ميناء الحديدة إلى قوات محايدة تبين له فيما بعد أنها تابعة لهم الأمر الذي دفعه إلى التصريح بأنه تعرض للخديعة موقف كهذا لم يكن مرضيا للمبعوث الأممي قبل الحوثيين أنفسهم الأمر الذي أضاف صعوبة أخرى أمام الجنرال كاميرت الذي أراد على ما يبدو أن يؤدي مهمته الميدانية وغير السياسية بمهنية عالية وبنجاح لا يقبل تأويل مضى أكثر من أربعين يوما على اتفاق السوكولم القاضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في الحديدة وموانئها وانسحاب القوات الحكومية والحوثيين إلى خارج المدينة دون تحقيق أي تقدم يذكر وكان باتريك كاميرت قد بدأ مهمته في الحديدة في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الماضي لكن إفشاله مخططا حوثيا لتسليم ميناء الحديدة صوريا وضعه في دائرة الاتهام بتنفيذ أجندة مشبوهة وفقا لقيادي في الميليشيا وذلك في مستهل لتصعيد بلغ حد استهداف موكب كاميرت بالرصاص الحي